أثارت تصريحات وزير الاقتصاد في حكومة تصريف العمال أمي سلام في معرض منشدته دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت استياءاً واسعاً في الكويت وفي هذا الإطار أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم صباح عن استنكار واستغراب الكويت الشديدين لتصريح الوزير اللبناني واصفاً إياه بأنه يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة وأوضح الصباح أن الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة شعوب الدول الشقيقة والصديقة إلا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلاً في قراراتها وشؤونها الداخلية وحث وزير الاقتصاد أمين سلام على سحب هذا التصريح حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين ورداً على مقاله سلام أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبدالله المضاف أن الكويت بلد مؤسسات وأموال الشعب الكويتي لا تدار بشخطة قلم كما علق النائب في مجلس الأمة سعود العصفور على تصريح سلام معتبراً أنه لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعلياً بشخطة قلم تقدمنا قبل فترة مع عدد من اللواب بتعديل يلزم الصندوق الكويتي بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية وكان الوزير سلام قال عشية الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ أنه بعث برسالة إلى أمير الكويت عبر الخارجية اللبنانية ينشد فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات القمح وأشار إلى أنه علم بأن في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة ويمكن بشخطة قلم أن يتخذ قرار ببناء إهراءة لبنان في بيروت وترابلس وبعد الرد الكويتي أوضح سلام في مؤتمر صحفي أنه قصد بمقولة شخطة قلم أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الأصول مع الكويت عبارة بشخطة قلم مثل مقتدى التوضيح هي عبارة تستعمل في اللغة العامية اللبنانية دلالتها أو معناها مثل ما قلنا هو الأمر القابل للتنفيذ وبسرعة يعني بشخطة قلم أو بكبسة زر ما أصدنا أبدا فيها الاستخفاف وتمنى سلام من البرلمان الكويتي أن يقبل هذا التوضيح وعطفا على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أكد رئيس حكومة تصريف العمل لجيب ميقاتي في بيان أن دورة الكويت الشقيقة لم تتوانى ضمد الأصول عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود مؤشددا على احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضواب الدستورية وقانونية ومؤسستية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي من جانبه أصدر رئيس مجلس رجال العمل اللبناني الكويتي أسعد السقال بيانا عبر فيه عن أسفه الشديد للتداعيات التي أحدثتها تصريحات الوزير سلام لدى الأشقاء الكويتيين وأشهد داع لضرورة التزام المسؤولين اللبنانيين بالقواعد والعرف الدبلوماسية التي تنظم العلاقات بين الدول وقواعد التخاطب والعمل المؤسستي وأكد أن كل اللبنانيين يرفضون أي إساءة للكويت الشقيقة التي كانت على الدوام داعما أساسيا للبنان وشعبه